السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نارضا نتكلم في حلقة من الحلقات المهمة جدا وهنقرف خلالها أهم الكلمات المستخدمة لعلاج الحسية والحكة واللي أجلبها بيحتوي على الكورتزينات وكمان هنقرف أفضلهم وأهم الجرعات الحاصة بيهم ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتضو سلايت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان تصالك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول بس قبل ما نبدأ لازم نقرف الأول كريمات كورتزون أول حاجة بتصدم في حالات الانفلاميشن والألرجي اللي هي حالات الالتهاب والحسية وبرضو بنستخدمها في حالة الأمراض الأوتوميوم زي إيه مثلا الحالات دي؟ زي مثلا حالات الأتوبك درماطيتس اللي هي التهاب الجلد التأتوبي أو الإجزيمة أو حالات الكونتك درماطيتس اللي هي التهاب الجلد التماسي أو حالات الإنسكت بايتس اللي هي لداجات الحشرات أو مثلا حالات السورايسيز اللي هي حالات الصدفية او حالات الديسكويت لوباس إرسرامتس اللي هي حالات الزئبة الحمامية القرصية وحاجات تانية كتيرة جدا جدا جارة لكن خد بالك برضو ان الكورتزون ما يستخدمش الفترات طويلة طب ايه السبب؟ لانه ممكن يعمل ديسكولاريشن أو يغير من لون الجلد وكمان ممكن يسبب أتروفي في السكن او يخلي الجلد رفيع وكمان بيسبب ستريتش ماركس وبتكون دائمة عشان كده المراهم دي لا تستخدم لفترات طويلة اول مادة فعالة معنا وهي الهايدرو كورتزون بيوتيريت ودي مادة من المواد اللي تأثيرها خفيف ولكن من وجودها في أصناف زي الهايدرو كورت والتكسا كورت ودول جرياتهم في المتوسط بتكون دهان من 3 مرات يوميا الى 4 مرات يوميا نيجي المادة اللي بعد كده ونلاقيها موجودة في أصناف زي الافي كورت الهايدرو كورتزون الماي كورت والنوفا كورتين ودور جرائتهم في المتوسط بتكون دهان أربع مرات يوميا نيجي المادة اللي بعد كده وهي الفلوسينيرون ودي من المواد المتوسطة في الفعالية ونلاقيها موجودة في صنف واحد بس وهو الفلوسينيرون كريم وده جرائتهم في المتوسط بتكون دهان من مرتين يوميا إلى ثلاث مرات يوميا نيجي المادة اللي بعد كده وهي الألكلوميتازون ودي برضو من المواد المتوسطة في التأثير وهنلاقيها موجودة في أصناف زي الألميتات والبردرم ودول جرعاتهم في المتوسط بتكون دهان من مرتين يوميا إلى ثلاث مرات يوميا نيجي المادة اللي بعد كده وهي الفلوتيكازون ودي من المواد المتوسطة في التأثير وهنلاقيها موجودة في أصناف زي كيوتيفيت والدرمافلوتيزون وجرعاتهم في المتوسط بتكون دهان من مرة واحدة يوميا إلى مرتين يوميا نأجي المادة اللي بعد كده وهي الديزونايد والمادة دي هنلاقيها موجودة في أصناف زي الديسبروديرم اللوكو بريكس والتوبيزونايد ود alltermülikة المطال ستكون دهان من مرتين يوميا إلى تلت مرات يوميا نأجي المادة معروفة جدا وهي مادة البيتاميسازون دي من المواد القوية في التأثير بتاعها ونلاقيها موجودة في أصناف زي البيتاديرم البيتاميسازون البيتابرونيت البيتازون البيتافال والبيتنوفيت والجيدوفيت ودور جراءتهم في المتقصة بتكون دهان من مرة واحدة يوميا الى مرتين يوميا نيجي المادة اللي بعد كده وهي الدايفلو كورتيلون والمادة دي هنلاقيها موجودة في صنف واحد بس وهي النيري سيت كريم وده جراءتهم في المتقصة بتكون دهان مرتين يوميا نيجي المادة اللي بعد كده وهي الترياميكنيلون والمادة دي من المواد القوية في التأثير بتاعها ونلاقيها موجودة في صنف واحد بس وهو التوبي كورت كريم وده جراءتهم في المتقصة بتكون دهان من مرة واحدة يوميا الى مرتين يوميا نيجي المادة اللي بعد كده وهي الموميتازون والمادة دي من المواد الممتازة جدا ونلاقيها موجودة في اصناف زي الالرزون البورجازون الإلكون الإلكورتين الويل ميتازون الميتاز ودور جرائتهم في المتوسط بتكون دهان من مرة واحدة يوميا إلى مرتين يوميا نيجي المادة مهمة جدا وهي الكلوبيتازول ودي تعتبر من المواد الممتازة وتعتبر الأقوى فيهم وهنلاقيها موجودة في أصناف زي كيروفيت الكلوفا كورت الديرموفيت والكلوباترا والديرموفار والديرماسول ودور جرائتهم في المتوسط بتكون دهان من مرة واحدة إلى مرتين يوميا عايزك تاخد بالك بقى إن في مراهن بتحتوي على مواد أنتيستامينك وما بتحتويش على كورتزون ودول يعتبروا مش كتير زي مثلا مادة الكورفينوكزامين ودي هنلاقيها موجودة في صنف واحد بس وهو الألرجيكس كريم وجرائتهم في المتوسط بتكون دهان من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا كمان ممكن نلاقي مادة الديفن هيدرامين مضاف عليها مادة الزينك أسيتيت ودي هنلاقيها موجودة في صنف واحد بس وهو الإنسكت بايت وده بيكون أكتر لحسية اللاتجات بتاعة الحشرات وجرائتهم في المتوسط بتكون دهان من مرتين يوميا إلى ثلاث مرات يوميا وبكده نكون عرفنا أهم الكلمات المستخدمة لعلاج الحسسية والحك وعرفنا أهم الجراءات الحاصة بها وأتمنى إنك لو استفدت من الحلقة دي إنك تشرها لكل الناس عشان يطاروا استفادوا منها وتسايل عليهم كير جدا في النهاية سبحانك الله بحمدك أشهدوا أن لا إله إلا أنت استحبرك وأعتوب إليك والسلام عليكم